لماذا اختارت اسرائيل اغتيال اسماعيل هنية في طهران؟ فعلى سبيل المثال لم تقدم اسرائيل على تنفيذ العملية في قطر أو مصر أو تركيا على الرغم من زيارة اسماعيل هنية لجميع الدول السابقة خلال الأشهر الماضية وبحسب يدي عود أحرنود فإن اسرائيل التي لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم تعهدت لقطر بأنها لن تقضي على قيادة حماس داخل أراضيها واقت ذاته لم ترغب في القيام بمثل هذه الأعمال في تركيا العضو في حلف النيتو كي لا تدخل في مشاكل مع أردوغان الذي هدد مؤخرا بتدخل عسكريا في الصراع وبالعودة إلى اختيار إيران فإن اسرائيل أوصلت بعملية الاغتيال هذه رسالة مفادها أن طهران ليست محصنة وإذا استمرت في استضافة العناصر المعادية لإسرائيل فقد تدفع ثمنا باهضا بحسب الصحيفة